السلام عليكم طلاب الأعزاء نكمل وياكم إن شاء الله سلسلة محاضرات تعلم اللغة الإنجليزية بعد ما وصلنا بالدرس الأول إلى حرف الأل أخذنا تعلم الحروف وتعلم نطق الحروف وصلنا وياكم إلى حرف الكي حرف الكي طلاب إلى حالتين الحالة الأولى هو في الأغلب ينلفظ كي ينلفظ كي مثل كايت كي كينغ كينغ طلاب ينلفظ كي كايت كي كينغ كينغ الحالة الثانية طلاب إذا جاء هاي أريدك تركز لعليها إذا جاء بعد حرف الكي أن إذا جاء بعد حرف الكي أن لا يلفظ شلون يعني أستاذ مثل كلمة شوف أنا راح أقول شون راح ألفظها هاي إجا كي بعد حرف الأن أنا عندي ملاحظة إذا إجا حرف الكي بعد أن لا يلفظ اشتر قرأ هاي تنقرأ ناو ناو شوف ما جاء يلفظ الكي ما جاء يقول ناو لا ناو بعد مثل ني شوف ما جاء يلفظ الكي ليش لأنه كي إجا بعدها حرف الأن فلا تلفظ الكي سايلنت فصير ني ناو ني واضح طلاب فإذا إجا بعد حرف الكي أن لا يلفظ الكي يتحول إلى سايلنت سامت فصير ناو ني واضح طلاب نعيد حرف الكي إلى حالتين الحالة الأولى هو بالأغلب يلفظ كي مثل كايت كي كينغ كينغ أما إذا إجا بعد حرف الكي أن فلا يلفظ الكي يتحول إلى سايلنت مثل ناو ني هذا الطلاب بالنسبة إلى حرف الكي الحرف اللي بعده هو حرف الأل حرف الأل طبعا إحنا أخذنا أتوقع حرف الأل لا عفوا ما أخذنا وصلنا إلى حرف الأي بالمحاضرة السابقة حرف الأل يجي بعد الكي ينلفظ الأل ينلفظ الأل طبعا هذا الحرف الكابير ماته وهذا حرف الصغير ينلفظ الأل مثل الامب ثم حرف الأل إلى صوت واحد هو الأل وراء حرف الأل طلاب حرف الأم حرف الأم هذا الكابيتل وهذا السموال حرف الام إلى صوت واحد هو ام هو ام مثل محمد ميوزيك وراء طلاب فحرف الام إلى صوت واحد هو الام مثل محمد ميوزيك إلى آخره طلاب واضحة فحرف الام إلى صوت واحد هو ام هو ام حرف الام طلاب هو حرف الان حرف الان إلى صوت واحد هو الان الى صوت واحد هو الان واضح طلاب مثل need شوف حرف الان الى صوت واحد الى هو الان مثل clean ان شوف clean honey ان هوني شوف طلاب فحرف الان حرف الام وحرف الان هنا صوت واحدة حرف الام صوته ام حرف الان صوته هو الان الحرف اللي بعد طلاب هو حرف ال-O هو حرف ال-O حرف ال-O طلاب إذا إجا O وحدة يلفظ أو يلفظ أو مثل dog أما إذا إجا دابل طلاب مارتين يعني تكرر مارتين يلفظ و مثل food يلفظ أو مثل food إذا إجا طلاب حرف ال-O وحدة بس يلفظ أو مثل dog أما إذا يجي طلاب حرفين الأو يعني دبل أو ينلفظ و مثل فود أو مثل بوك فود شوف طلاب فينلفظ و فود أما إذا إجي حرف واحد الأو ينلفظ أو دوك دوك هاي طلاب بالنسبة إلى حرف الأو بالنسبة إلى حرف البي أما ينلفظ ب أو ينلفظ شنو إش وكت ينلفظ هو بالأغلب ينلفظ به أما إذا إجي بعد حرف البي أج ينلفظ ف مثل فوتو طلاب فوتو هنا ليش لفطة ما لفطة B لين يجي بعد حرف H قلنا إذا إجي بعد حرف H يلفظ F مثل Foto أما إذا إجي واحدة يلفظ B الحرف اللي بعد طلاب هو حرف الكيو حرف الكيو إلى صوت واحد طلاب حرف الكيو هو K هو K حرف الكيو إلى صوت واحد هو طلاب شنو الحرف اللي بعده هو حرف الار حرف الار ايضا الى صوت واحد هو الرا هو الرا مثل رابت 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 واضح طلاب كار ر كار رابت بير شوف فحرف الار الى صوت واحد هو الرا هو الرا حرف الاس طلاب الى صوتين الى صوتين حرف الاس الى صوتين بالأغلب هو يلفظ س بالأغلب هو يلفظ س أما إذا إجي بعد حرف الاس طلاب ايه 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 بالأغلب حرف الاس يلفظ س أما إذا إجي بعد ايه يلفظ ش يلفظ ش واضح طلاب فحرف الاس بالأغلب يلفظ شنو إذا إجا واحد ينلفظ ينلفظ أما إذا إجا بعد حرف في ينلفظ مثل طلاب شوف هسا هنا شوف عدنا هنا هذا مثال لا تركزوا على الكلمات هنا عدي إجا بعد شنو هنا أس ما إجا بعد أس هنا شينلفظ بما أنه إجا بعد أس ينلفظ الش فصير شيب هنا طلاب بما أنه إجا بعد حرف الأس ما إجا بعد حرف الأس أس فينلفظ الس صولدر شيب صولدر مثل بعد شنو عدنا شوف هنا ينلفظ الس إذا إجا بعد أس ينلفظ الش فطلاب بعد الحرف الأس إذا أجه بعد H ينلفظ الش أما إذا ما أجه بعد H فينلفظ الس واضح طلاب هذا حرف الـ S بعد حرف الـ S نجي الحرف الوراء اللي هو الت 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 إلى أيضا صوتين طلاب بالأغلب هو ينلفظ T أما إذا أجه بعد حرف الـ H فينلفظ شنو طلاب ينلفظ اللوثة ث لو ينلفظ الذ حرف الـ T بالأغلب هو ينلفظ شنو طلاب ينلفظ T أما إذا أجه بعد حرف الـ H فينلفظ اللوثة لوثة حسب الكلمة مثلا ناخد مثال نانا عدنا هاي وعدنا هاي الكلمة شوفوا هنا طلاب حرف الـ T ما أجه بعد H فينلفظ T T هنا حرف الـ H فنلفظ ت think 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 ت think فطلاب حرف الـ T بالأغلب إذا ما أجه بعد H ينلفظ T ينلفظ T أما إذا أجه بعد H فينلفظ THE think 和 disag طلاب حرف الـ T إلى حالتين بالأغلب هوا ينلفظ T يعني إذا ما أجه بعد حرف H ينلفっ T بكل الحالات أما إذا أجه بعد حرف الـ H فنلفظ لوثي لوثي واضح طلاب هذا حرف الت الحرف اللي بعد الت طلاب هو حرف اليو حرف اليو حرف اليو إلى حالة واحدة هو مثل صوت الفتحة ينلفظ مثل صوت الفتحة مثل انكل شوف انكل اه اه هجف يعني فتحة خفيفة انكل واضح طلاب فحرف اليو ينلفظ شنو ا انكل مثل صوت الفتحة انكل واضح طلاب هذا حرف اليو حرف الوراء طلاب حرف اللي بعده اللي هو الV هو حرف الV حرف الV طلاب ينلفظ كالحالاته ف اللفظ ف في الحرف اللي بعده طلاب هو حرف الW حرف الW إلى صوت واحد هو الW هو الW مثل Word شوف Word حرف ال-W يلفظ W مثل Word حرف ال-V يلفظ F الحرف اللي بعد ال-W طلاب هو حرف ال-X حرف ال-X إلى صوت واحد هو ال-X هو X expensive طلاب expensive حرف ال-X إلى صوت واحد هو ال-X expensive بعد حرف ال-X طلاب هو حرف ال-Y ال-Y إلى حالتين طلاب يجي بداية الكلام أو يجي نهاية الكلام إذا يجي بداية الكلام طلاب ينلفظ E ينلفظ E إذا يجي بداية الكلام ينلفظ E مثل year year شوف year إذا أجي بداية الكلام ينلفظ E مثل year أما إذا أجي نهاية الكلام طلاب ينلفظ ينلفظ I fly fly واضح طلاب فحرف ال-Y إلى حالتين أما يجي بداية الكلام أو يجي نهاية الكلام إذا أجي بداية الكلام ينلفظ E ينلفظ E مثل year أما إذا أجي نهاية الكلام ينلفظ Y مثل ينلفظ I يعفوه مثل fly fly cry fly cry أما إذا أجي بداية الكلام ينلفظ E year year واضح طلاب هذا حرف ال-Y الحرف الأخير هو حرف الزت حرف الزت أكو يلفظه زت وأكو يلفظه زت زت أو يلفظه زت هو بالأغلب صوته شنو حرف الزت حرف الزت مثل زو زو شوف ينلف الزت مثل زو إلى صوت واحد هو الزت واضح طلاب هاي الأحرف الإنجليزية أريدك دني المحاضرتين هاي واللي قبلها اتراجعحن وتكتبهن وتحفظ لياها لأن المحاضرة اللي بعدها رح ناخد قطعة إنجليزية ورح نقراها آن وياك حسب اللي تعلمنا بهاي المحاضرتين واضح طلاب أريدك إن شاء الله بعدني ثلاث محاضرات المهمات أنت تعرف تقرأ واحدك